موسيقى عزيزي المشاهدين و اهلا و سهلا بكم في برنامجكم ازرع فكرة ازرع فكرة برنامج اجتماعي بيهم كل بيت في مصر و كل اسرة عربية برنامجنا بيدور على المبادرات الايجابية عشان نعرف حضراتكم بيها احب قبل ما مبدأ الفقرة الاولى من حلقاتنا النهاردة في برنامجكم ازرع فكرة اوجه التحية والشكر للشعب المصري على كل اللي قدموا الفترة اللي فاتت من صمود وعناء واحب ابشره بكلمة السيد الرئيس وكمان باحتفالات عيد الميلاد المجيد واحب اقول لكم كل سنة واحنا ايد واحدة كل سنة واحنا خلف قائدنا كل سنة واحنا كل المجتمع العربي في امن واستقرار ورخاء احب اوجه حضراتكم قبل ما نطلع فاصل ونبتدي اول فقرة لينا هنسمع مع بعض كلمة السيد الرئيس في احتفال العيد المجيد مع حضراتكم ونرجع لحضراتكم تاني لان كانت كلها فيها رسائل ايجابية على المستوى الاقليمي والمحلي والدولي فاصل نرجع لحضراتكم تاني بعد ما نسمع كلمة السيد الرئيس اهلا وسهلا بحضراتكم بعد ما اسمعنا كلام السيد الرئيس اللي كلمات صدقة وكلمات نبعة من القلب كلمات لازم نعقب عليها حتى لو تعقيب بسيط جدا عايز اقول لحضراتكم ان حب بلدنا حب واجب على كل مصري ما ينفعش يكون بيننا وبين بعض اي حاجة تفرقنا عايز اقول لحضراتكم ان اي حد بينكر الطفرة الكبيرة والاجابيات اللي حصلت الفترة اللي فاتت يبغلطان او يبغى مش عارفها لسه لازم كلنا نقوي بعض ولازم كلنا نقف جنب بعض لازم كل واحد فينا يعتبر نفسه هو جندي مش الجندي بس اللي هو في ساحة القتال لا كل واحد فينا جندي اذا كان في بيته اذا كان في مجاله اذا كان في شغله اذا كان في شركته زي ما سيد الرئيس قال خلينا نقف جنب بعض ونحب بعض عشان اي حاقد او اي حاسد مايقدرش ان هو يفرق وحدتنا وصفنا معاكم النهاردة وبنبدأ اول فقراتنا مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة وهيعرفنا حاجات كتيرة جدا ممكن كتير يكونوا مش عارفينها في مجال الزراعة والصناعة ضيفنا وضيفكم النهاردة المستشار حمدي حمدي ابو العنين اهلا وسهلا بحضرتك سيادة المستشار شرفتنا اهلا بحضرتك احب اعرف سيادة المشاهدين بحضرتك سيادة المستشار حمدي بيتنصف اكتر من منصب غير ان هو بيقدر يتبنى كمان مبادرات الدولة اللي هيعرفنا بيها النهاردة سيادة المستشار حمدي حمدي ابو العنين من احدى المناصب اللي بيترياسها هو رئيس مجلس ادارة جامعية العامة للمنسوجات والنسيج والتريكو في مصر غير كده كمان هو وكيل غرفة تجارية بمحافظة الاليوبية اهلا وسلام بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك نحب نعرف سيادة المشاهدين معانا نعم بالخدمات اللي ممكن نقدمها من خلال الغرفة التجارية وايه هي المميزات اللي هي بتقدمها للجنفور على ارض الواقع بسم الله الرحمن الرحيم اولا انت ذكرت في سياق حديث حضرتك ان رئيس الدولة بيقول الحب هو اللي هيجمع الناس الحب هو اللي هيخلينا ما نحب بعض فعلا هيخلينا نعمل حاجات كويسة كتير قوي يعني زي ما بيقوله قلب الحب تبلغ ما تريد وابو التقو قالينه لك الحديد فلابد ان احنا يبقى فيه تأخو فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصنع بذلك وان احنا نحب بعض وان احنا نتعاون مع بعض والمسلم المسلم كان كالبنيان المرصوصة شده بعضه بعضه دي البداية يعني ثانيا بالنسبة للغرفة التجارية حضرتك احنا بنقيم معارض سنوية يمكن بنعملها في الموسم في السنة اكتر من مرة على اساس دخول المدارس بالنسبة لأولادنا بنجيب المصانع والشركات ونعمل لهم معارض فيه متنوعة في اكتر من مكان في المحافظة على اساس نشتغل يعني بنجيب المصانع نفسها تبيع بسعر المصنع للمستهلك بشكل مباشر وبنشير الوسيط من النص فده بيعمل خدمة للمواطن بيعمل خدمة انها اللي بشتري السلعة بسعرها الحقيقي طبعا عندنا دخول ايضا دخول رمضان وكل الحاجات اللي بتستخدم في الرمضان من المواد الغذائية من الملبسات من الاحذية كل انواع الحاجات اللي بيستخدمها المواطن المصري يعني فبالتالي احنا بنحس ان احنا بنعمل بالجزية دي مساعدة لمواطن بشكل مباشر لان احنا بمسل قطع كبير عندنا غرفة فيها 211 الف تاجر وصانع بداية من الصناعات الصغيرة متناهية الصغر المتوسطة كل من يحمل السجل التجاري فهو مشترك فيه الغرفة التجارية الغرفة التجارية بتجمع الاتنين بتجمع الصناع وتجمع التجارة فعندنا صناعات وعندنا تجارة في نفس الغرفة نفسها مكونين يعني المكون الصناعي والمكون التجاري فدي بعض الخدمات طبعا فترة من فترات عملنا بروتوكول مع التعليم والفن الصناعي على أساس أننا البروتوكول معناه أننا نخش المدارس الفنية الصناعية نأهل ولدنا داخل المدارس وبدأنا بمدارس السلام في شبرة الخيمة والكلام ده كان في الفترة الماضية بس هو الأسف ما استمرناش فيه لأن جاءت موضوع صورة وكده فتوقف العمل فيه أتمنى أن نجدده تاني مع وزير التربية والتعليم ونخش المدارس الفنية الصناعية برضو إحنا كغرفة تجارية يعني إحنا كغرفة تجارية الصناعية نخش المدارس ونعلم أولادنا الطريقة اللي هي من خلالها نقدر نفيدهم ونستفيد منهم مجرد ما يخلصوا المؤهل المتواصل بتاعهم يبقى من كلام حضرتك دوت نقدر أن نحن ناشد سيادة الوزير أن ننفذ الكلام دوت لأن ده بيبتدي أن هو يدي تهقيل للعمل على طول يعني إحنا بنبتدي أن نضربه هو جوة المدارس بس أنا كمان لما كنا بنتكلم مع حضرتك كان فيه أكتر من مبادرة هي على أرض الواقع بالفعل موجودة دلوقتي غير أن حضرتك كمان مفعالها في جامعة بنها بالنسبة للتدريب الطلاب وكمان إقامة المعارض جوة جامعة بنها بس حضرتك وفيه برنامج رئيس الدولة اسمه صناعية مصر أي دولة في العالم بلا صناعات بلا صناعة فنية صناعية بلا تعليم فن صناعي لقي مثلها حضرتك هتشوفي إيطاليا على سبيل المثال ألمانيا من الدول الصناعية الرئيدة طبعا 85% من حجم التعليم تعليم فن صناعي فرئيس الدولة مهتم جدا بالجزئة دي ففيه برنامج ليه موجود في جامعة بنها حاليا مشروع اسمه بشاركة من المجتمع المدني زائد جامعة بنها في موضوع اسمه صناعية مصر طبعا أما طرح علينا الفكرة يعني أنا رئيس مجلس الدارة الجامعية الشبان المسلمين في بنها ولنا مقر كبير طبعا في بنها وعندنا مدارس كثيرة جدا داخل الجامعية فبالتالي أطرح علينا الفكرة وتبنينا الفكرة معهم مع كلية تربية النوعية في بنها مع رئيس الجامعة مع نائب رئيس الجامعة مع الكل وبدأنا فعلا نساعدهم طبعا نساعدهم فيه احنا محتاجين كل ولادنا اللي هم يتأهلوا تأهيل صح عشان المصنع محتاجاهم فهم بياخدوا مجموعة من التعليم الفن الصناعي وعملوا لهم ورش عمل ورش تدريبية داخل الكلية وبضرهم تدريب صح احنا بروح نشرف على هذا التدريب يعني مع العميد عميدة كلية تربية النوعية بندروح نبص نقول والله الطريقة دي صح لا أعلموه بشكل أفضل لا الماكينات الموجودة فعلا دي الماكينات اللي بتشغل عليها بيشغل عليها السوق أو المصانع بتشغل بيها عشان تتصدر أو عشان تشغل سوق محلي بيبقى لينا توجيه ليهم زائد المشاركة المجتمعية اللي احنا بشاركهم فعلا وبنبقى رعاه لهذا المشروع حلو جدا بما إن حضرتك صناعة يعني ذكرت بعانا صناعية مصر وديت المبادرات الإيجابية اللي احنا عايزين نعرفها لسادة المشاهدين ايه هي المبادرة اللي خاصة بصناعية مصر اللي قائمة دلوقتي بقى نقول لحضرتك المبادرة عبارة عن ان احنا بناخد الناس من تعليم الفن الصناعي مجموعة من الفتيات أو الشباب اللي داخل بتعليم الفن الصناعي خلي بقى حدك زي ما انا قلت في البداية اركح حاجة في العالم كله انه ما عندك فنيين لان الدراسة الـ 85% والـ 15% او الـ 90% والـ 10% هي دراسة دراسة علمية يعني أنا محتاج إدارة قد ايه محتاج فنيين قد ايه كل اللي احنا فيه فن صناعي أنا قصدي من المبادرة كده هي خاصة بالشباب بس ولا بكل صناعية القائمين لا هي خاصة بالتعليم الفني الصناعي وده برضه ما يبقى أنا عندي الصناعية ياريت احنا لقيين صناعية يعني الصناعية احنا محتاجينهم كلنا وبعدين الفرص البديلة اللي تتواجدت دلوقتي لأولادنا الجيل اللي طالع يعني للأسف ما بتوليتش عمالة فنية جديدة فهو البرنامج منه مسك أولادنا البنات أو الفتيات أو الأولاد الموجودين في التعليم الفن الصناعي خد تبقى حدد موجودين فعلا فقلنا دول طب موجودين احنا نتصقفهم بقى تصقيف عملي ازاي البصانع تحتاجهم وهي الألية غير الدراسة الأكاديمية اللي هما بيدرسوها ايه الألية العملية اللي احنا محتاجينهم فيها الصناعات والمصانع كلها انا عندي قطاعات كبيرة في الصناع عندي جمعية فيها ألف ومائة نصنع في قطاع الغازل والنسيج ايضا أن الرئيس مجسد داريتها بيحتاجين عمال بيحتاجين ناس بتشتغل واكبر قطاع يمكن موجود على مستوى الجمهورية بيشغل عمالة هو القطاع الغازل والنسيج والملابس بداية من زراعة القطن في الغيط نهاياتها بصناعة الملابس الجهز فده قطاع كبير جدا خدت بحدك فبالتالي انت بحتاج عمالة فنية باستمرار عشان نوجد احنا مصدقنا لنا برنامج زي كده على طول كل اللي خلصوا منهم هم بدأ ينتجوا دلوقتي يعني ليهم حاجات بينتجوها داخل الكلية حاليا أنا عايزة أعرف ايه مبادرات الدولة اللي حضرك بتتبنيها دلوقتي اللي هي خاصة بقى بالورش والمصانع اللي قائمة دلوقتي يعني مثلا فيه شركات وفيه مصانع بتبع عايزة كروض بس ما بتقدرش ان هي تزود الدخل بتاها او تزود الماكينات اللي عندها هل فيه مبادرات من الدولة ان هي تقف جنب المصانع طبعا طبعا فيه مبادرة رئيس الجمهورية في البنك المركزي اللي هي للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر وانا باهتم بالتلاتة دول اللي هم دول هم دول القاعدة البرنامجة رئيس الدولة الموجود في البنك المركزي ده فيه 200 مليار 200 مليار دول بيخرجوا للصناعات دي كلها بخمسة في المية فقط احنا بنعمل ايه احنا بنعمل لنك ما بين المصانع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والناس اللي بدل الماكن بتاعها يقف على اساس انهم ما عندوش قدرة ان يشتري مثلا على سبيل مساء الغزول طيب احنا هنجيبلك قرد من البنك بس يتبقى مقنن بمعنى عندك سجلك عندك بطاقتك الضربية ممكن تكون في منطقة انت لسه ما عملتش رخصة عندك اصال من الحي عندك اصال من الجهاز اللي انت تابعه ان جار استخراج الرخصة دي الاوراق اللي بيحتاجها البنك ففي اتفاق مع بنك البنك الاهلي بنك مصر بنك التنمية الصناعية خدت بها فان احنا بنجمع كل الناس الموجودين عندنا اللي ما عندهمش قدرة للشراء النقدي هو بيشتري نقدي وممكن يبقى كرد يبقى اجل نعم هو احنا طبيعتنا وطبيعة الحياة كلها كل بيبقى فيه نفس يعني فيه مدة في السادات كل ما الناس بتشتغل وبتشغل بقلب لانه هو عايز تشتغل ويسدد فبالتالي ممكن يدي فرصة اخرى يبقى عنده فرصة اخرى انه ما ينتج برضو يعمل يعمل اجل للاخرين خدت بالحضرتك فدي مبادرة احنا بنتبناها مع زميلنا وقواتنا اللي هم اصحاب المصانع وبنعمل اتفاق مع البنوك وبنعمل لقاء مشترك مبيل اتنين وبنشوف الاجراءات اللي هي مطلوبة للبنك نسهلها مع الطرفين ادي اجراءات البنك ميزانية المؤهزة اشتراكه في رخصيته بتاقته الضربية عدد العمال اللي شغالين ما انا بقول لازم بيبقى مقنن انا مش عايز عشوائي الطريقة دي اولا يا مقنن يعني اللي معاك رخصة انت هيبقى لك ميزة الانسان المقنن هيبقى له ميزة بالنسبة لي انه هياخذ الكارد ثانيا هيفيد دولته ثالثا هنقدر منيج نعمل حصر على عدد المصانع اللي عندنا يبقى عندنا بيان بالكلام ده جاهز كل الناس بتخاف تاخد الكروض على اساس ان هي فايدة بتاعتها عالية وانا عارف ان المبادرات بتبقى قيمتها قليلة جدا ممكن برضو حضرتك تعرف بيهم المشاهدين بيه لا حضرتك الكروض 5% مش سابتة 5% متناقصة والميزة انا طبعا عندي ناس في العشر زميل كثيرين جدا واخدين وشغالين شغل كويس جدا ودي مبادرة جيدة جدا لتنشيط العمل المهني تاني والصناعات وتقويم الناس اللي بتتعلم حرف ممكن حرف يدوي بس يبقى عنده كيان ان شاء الله قوضة صغيرة كده بس تبقى مقننة مش داخل سق يعني تبقى حاجة مقننة على اساسها ما يقدم على قرد طيب ازاي متناقصة هو حديدك بداية اما بيروح يشتري من حد حاجة وعنده موردين بيدوروا شغل اولا هو الاهتمام الرئيسي في ان يبقى فيه موردين وفيه مادة خام بيشتعل بيها يعني الموضوع مش موضوع ان انا هاخد فلوس وراح اصرفها في حاجة تانية لا هي كان بدأت شوية كان فيها مشاكل واحنا في اتحاد صناعات المصرية وانا موجود فيه برضو خطبنا الجهاز المصرية بعد الصانع فانا يهمين الصانع في البداية على اساس النتاج بياخد المنتج من الصانع ويبيعو طب اللي بيصنع ده هو المشكلة خدت بقى حديدك ففعلا يعني الفكرة دي عجبته ومه بدأوا بعد كده يركزوا كلياتا على الصناعات هو ما بيطلع بيشتري حديدك ما بيجيشتري من اي مورد بيطلع شيك باسم المورد اللي اسمه موجود في البنك فبيتالي بيبقى فعلا هو بيشتري من الدخامة عشان يشتغل دي راكم واحد طيب هو خد بعد ما صنع عشان اقول لحدك يا متنقصة ازاي بعد ما صنع باع طب هو باع اجل الاجل اللي باعه باعه شيكات حتى تحصيل في حساب البرنامج في البنك طب هو هستفيد ايه بقى النوع الاستفادة بتاعه هو بيخد له على الاقل 20% مصاريف عماله بتقبض من خلال البرنامج ضرائبه بتندفع من خلال البرنامج تأميناته بتندفع حتى استهلاكه للكهرابا للمياه كل استراكاته بتندفع ومعها 20% سيولة ممكن يحرك بيها نفسه خد تبعها اما بيعمل عملية تحصيل داخل البنك فبتتعمل مقص صخر السنة فيه ناس دفعت 2.8 من 10 من ال 5% دي مش نسبة مش نسبة خالص بسي اللي هو ملتزم اللي هو مقنن اللي معها وراء وصح اي حد عنده مشكلة في الكلام ده موجود يعني بنك مصر موجود بنك الاهل موجود بنك التنمية الصناعية موجود بفضل الله احنا موجودين داخل محافظتنا او داخل اتحاد صناعات المصرية او داخل الاتحاد العام يعني يا الجمعية العامة للغازل والنسيج والتيريكو دي مقرها في الحمزوي واحنا اساسا تابع الاتحاد التعاوني الانتاج المصري انا بستشار الاتحاد طب ليه الاتحاد التعاوني الانتاج المصري ما بيخدش كرد ويديه للناس طب ليه طب ما البنك موجود وحضر لك لو انت مقنن وورقك مضبوط احنا هنساعدك في انك تاخد كرد حلو جدا احنا بنبشر السادة المشاهدين بان فيه تفارات هيد بتحصل على ارض الواقع وفيه ايجابيات بتحصل على ارض الواقع غير كبان ان لنا المعلومة اللي عندنا ان وزير الزراعة سيد القصير كان كمان اكد على الاهتمام بزراعة القط وحضرتك كمان بتأكد على التجارة والصناعة للغزل والنسيج والتريكو حبي بس من حضرتك توجه الناس اللي عايزة بقى ترتبط بحضرتك على طول من المصانع وشركات يتواصلوا مع حضرتك ازاي عندنا الغرفة التجارية حضرتك في المحافظة في مدان ساعد زغلول عندنا اتحاد الصناعات المصرية غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات المصرية انا موجود ايضا فيها عندنا الاتحاد التعاوني الانتاجي وانا بستشار الاتحاد التعاوني الانتاجي وده مقره في في المهندسين في جامعة الدول العربية في المهندسين فيه مدير الاتحاد فيه رئيس الاتحاد احنا يعني يعني احنا كيان واحد كلهم منا في مجال تخصصه انا بستشار الاتحاد التعاوني الانتاج المصري في مجال الغزل والنسيج واتقلك في مجال بتاعي برضو في مجال تخصصنا يعني الله يخليك فان يعني أي جهة من الجهات دول يتواصل معهم أنا عايز أقابل فلان أنا عايز أعمل كذا هنسهلوا مأمورية زي ما قلت لحدك في البداية الحصول على قرض ممكن نعمل اللينك ما بينه وما بين الصناعات الكبيرة يعني أو المتوسطة إذا كانت حد بي أعمل في بيته هندي ميد يعني سيدة بتعمل في بيتها هندي ميد وشال يده وكلام من ده ممكن دي تنفع للصناعات برضو بصناعات تكملية يعني هي تعمل جزء من صناعة وبالكامل دول بيجونا كتير بيجونا هم طبعا أنا عندي الشباب ربنا يبارك يعني هم اللي عمين بالعمل دلوقتي فبيجو أما بيجينا نحد المكتب عندنا في شبرى الخيمة جمعية الانتاجية لأصحاب مصانع الغازل والنسيج أنا رئيس مجلس قدرتها موجودة في شبرى خيمة جمع شركة الكهرباء موجودة ومفتوحة وفيها موظفينها برضو في أي وقت اليوبية قاهرة في أي مكان من اللي احنا موجودين فيه هي مش للدعاية هي حقيقة وخير مش احنا بقى نقول عن نفسنا ولكن هو عموما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير الناس أنفعهم للناس فربنا جعلنا كلنا فعيل لبعض ولولا دفع الناس بعضهم ببعض هيحصل ايه شوف القرآن بيقول ايه ده يعني فأحنا كلنا في احتياج بيحتاجين لبعضنا أنا أعرف معلومها بلغها واتدل على الخير كفاعله إن شاء الله يا ربي العالمين وعايز أقول لحضرتك أن الفقرة بتاعت حضرتك خلصت بسرعة بيبلغوني ان الوقت خلاص خلصت بنشكر حضرتك جدا وإن شاء الله هيبالينا أكتر من اللقاء وأتمنى سيادة المشاهدين تكونوا استفدتوا من فقرتنا دلوقتي ولسه معنا فقرة تانية انتظرونا اشتركوا في القناة أعزائي المشاهدين وارجعنا لكم تاني مع ضيفنا دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثورة السماكية الثورة الداجنة في اتحاد الغرف التجارية أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور موضوعنا النهاردة بيهمي كل بيت في مصر لإن احنا بنتكلم عن التيور وعن الدواجن وإيه بقى مستقبلها وصناعاتها في مصر أهلا وسلم بحضرتك يا دكتور نحب بقى نعرف السادة المشاهدين بحضرتك أكتر طيب أنا رئيس شعبة الثورة الداجنة باتحاد الغرف التجارية أنا عدو اللجنة الفنية لتطولي صناع الداجنة في مصر أنا عدو اللجنة متابعة السادة الغزائية بأجلس وزراء أنا في عدة لجان فنية من خلالها بنحاول قدر اللي استطاعه حسب الإمكانيات المتاحة أن احنا نطور منظومة الثورة الداجنة في مصر ونصل إلى العالمية لإن عيب أن احنا بإمكانياتنا المتواجدة ما نبكوش إحنا أفضل دولة في الشركة الأوسط وإحنا إن شاء الله بإذن الله في خلال هذا العام وأنا قلت عشرين عشرين نستطيع أن نصدر إلى الدول المجاورة وده بإذن الله يتحقق بمجهود المخلصين في بلدنا لإن مهم جدا أن احنا نشتغل ونصدر لإن ده يعود علينا أو هيقول لاقتصاد القوم من خلال مدخلات الدولارية بالنسبة لاقتصاد القوم صناعة الدواجنة في مصر صناعة أهمة صناعة استراتيجية بتستطيع أن يتحقق اتفاق ذاتي ربما يصم إلى 98-99% يعني الحمد لله انتاجنا جيد جدا انتاج ممتاز نستطيع من خلال المرحلة الحالية أن احنا نحقق اتفاق ذاتي وإحنا بنتطلع إن شاء الله في النص الثاني من عشرين عشرين أن احنا نصدر إلى الدول المجاورة صناعة الدواجن صناعة أهمة صناعة قوية بتهم كل بيت سواء الفقير سواء الغني يمكن الدواجن مهما غلط منها سعرها بردك في متناول الجميع ولكن احنا عايزين قدر اللي استطاع إن احنا نزود الطاقة الإنتاجية ونقلل تكلفة الإنتاج عشان في النهاية أنا وصل لك المنتج الجيد ده بسعر مناسب عشان كده احنا الغرف التجارية بنقول زي بسانت المشارك كان بيكلم الغرف التجارية لها دور كبير جدا في هذا المنوان احنا في الغرفة بندي دورات تدريبية على أساس ننطبق عوامل الأمن والأمان الحيوي داخل سواء المزرعة أو المجازر بالإضافة إن احنا بنتكلم على سلامة الغذاء في دورات بنعملها عندنا أكاديمية في غرفة تجارة القيارة غرفة تجارة القيارة أكبر غرفة في الشرق الأوسط تمنمية وخمسين عضو مشترك في غرفة تجارة القيارة زي بمقال سنة المشارك سابقا إن دول صناع وتجار سواء صغيرين أو متوسطين أو متنهات الصغير احنا عندنا مجموعة كبيرة جدا متواجدة في غرفة تجارة القيارة بنتمنى إن شاء الله في المستقبل الخريب نحقق اللي احنا عاوزينه ويأمل فيه كل المشاركين أو المنتمين للغرفة التجارية معلومات قوية جدا بس هو اللي الشعب المصري بيكون حكتين فضل يا حد عنده الصناعة دية قائمة يا إما حد بيفكر إن هو يعملها يا إما حد متخوف من الأسعار يا إما متخوف من إن هي مش هتبقى موجودة في السوق هنبتدي إن احنا نتكلم في أول حاجة بالنسبة لصناعة الدواجل في مصر والناس القائمة بالفعل في مبادرات حصلة اللي احنا لسا كنا نتكلم عنها وبنتكلم إن فيه طفرة كبيرة بتحصل على أرض الواقع هل ده برضو متاح بالنسبة للي عندهم الصناعة والليس عايز يدخل في المجال بص حدرتك سيدة مش هتكلم على بقدرة البنك المركزي اللي الخامسة في المية يمكن إحنا عايزين نقول صناعة الدواجل بدأت عشوائية وما زال فيها جزء كبير جدا عشواء وبالأخص في قطاع التسمين قطاع الجدود والأمهات ده منتظم وجيد ومكفي نفسه زي الفون أما القضية الأساسية عندي قطاع التسمين اللي احنا من خلاله بناكل اللحوم البيضة من خلاله حضرتك المسالكين كلهم القطاع ده فيه تقريباً 70% لـ 80% عشوائي احنا عايزين نطواره عشان نستطيع إن احنا نقضي على العشوائية وبحيث إن احنا نمنع دخول الأمراض الوبائية ونقدر نسيطر على الكلام ده كله المبادرة احنا قلنا لكل الناس وإحنا كنا اتكلمنا مرة واثنين وثلاثة مع البنك الزراعي اللي كان رئيسه وزير الزراع الأستاذ ساد وخسين فالنهاردة وزير الزراع عارف كويس قوي لأنه هو بنكير وداخل عارف إن أنا عندي صناعة عايزة تطور وعاوزة تتحدث يبقى عايزين تسهيل إجراء احنا بنقول لكل الناس المتواجدة في الصناعة اللي هم قائمين وعايزين يطوره اتحرر بس لابد يكون عندك مستند ايه المستند؟ يبقى عندك رخصة المزرعة وعندك سجيل التجاري أقل حاجة عشان البنك لما يديه قرد يضمن حقه منين لازم الكلام ده يكون موجود طب بالتالي اللي هو شغال عشوائي ده ما عنده سجيل التجاري بتقدر بيه بس برضه أكد عليه الأستاذ السيد القصير وزير الزراع على إن يبقى فيه تسهيل كمان للترخيص لللسة جديدة طيب أنا هقول لحضرتي حاجة احنا يمكن البنوك بتسهل ويمكن جهاز تنمية المشروعات بيسهل لحد خمسين ألف تصل تقريبا إلى مئة ألف بدون أي مستندان بضمان شخصي لكن أنا لما أجي عايز أطور أعايز فلوس مش أتكلم أنا عايز أقل حاجة نصر مليون وتتجاوز المليون جنيه ما ينفعش إن أنا أحطه فلوس بدولة في مكان مضمنوش ويرجع له لإندي فلوس الدولة مش فلوس أنا أنا حر فيها لأ فلوس ومش سوى الدولة بس ده بتاعة الشعب كله الموجودة فما ينفعش إن أنا أتصرف في فلوس موجودة واسبها بضيع فلابد يكون عندك مسان احنا بنسهل الإجراءات يعني احنا بنساعد كغرفة تجارة القاهرة وإحنا بنمثل الشعوب العامة على مستوى الجمهورية إن احنا بنسهل كل الإجراءات لأي واحد أي حد عنده مشكلة احنا بنسهله بيتصل بنا يمكن النهاردة الصبح كان فيه مجموعة من الشباب عازت تعمل مشروع في الوادي الجديد الوادي الجديد بيمثل 40% من مساحة مصر وكلها صحراء ليه ما نعملش مشروعات ونشجع الشباب يروح هناك ونوفر فرص عامل ده اللي تكلمنا عليه لما جي الناس اتصلوا بي أنا قلت لهم انتوا عاوزين ايه عاوزين نعمل مشروع لابد يكون عندك ملكية الأرض عشان احنا بتكلم عشان نقول اللي عاوز يعمل مشروع جديد ملكية الأرض سواء حق انتفاع سواء ملكية سواء سواء مستند الملكية بالإضافة ان انت تقدم طلب للجهة المعنية الموجودة المحليات انت عايز تعمل مشروع مزرع الدواجل او باكزر او الى اخر وبناء على الكلام ده احنا بنساعدك هنشوف لك الترخيص هنسعه لك في القرض عاوز دراس الجد ونعملها لك كل الأمور دي متاحة عندنا في شعبة الصروة الدجنة اللي بغرفة تجارة الخير اللي بتمثل الشعوب العامة على مستوى الجمهور ده بالنسبة للموجود والجديد اللي عاوز يعمل بالزيادة عليها كمان اللي حضرتك ذكرتها في الاول ان احنا عندنا كمان تدريب بالنازلية بالصبب احنا عندنا اكاديمية طب عايز تتكلم عن نقطة التحصينات كمان بالنسبة للدواجل بالنسبة للتحصينات يمكن احنا دخلين على فصل الشتاء فصل الشتاء ده الجو الخاص بالرطع اللي من الممكن تنتشفى الامراض الوبائية وبناء عليه لابد ان احنا يكون في تحصينات ضد الامراض الوبائية اللي بتزدر فصل الشتاء وبالاخص الانفلوانزة الطيور اتشفاف النوان ده مشكلة بالنسبة لي لان الانفلوانزة ما كنتش انت تسيطري والطباقي عامل الامن والامان الحيوي بدقة متنهية على المزرعة بتاعتك ده بيمثل 60% حائط صد لعدم ده قول الامراض الوبائية المزرعة وبناء عليه ال60% الطباقيهم الاول اللي هو الامن والامان الحيوي يكون عندك صور حوالي المزرعة مفروض ما يكونش فيه اي شبيك مفتاحة مفروض يكون عندك مغتص عشان اي عربية تخش عندك ممنوع دخول اي فرض من بره ممنوع دخول القوارض والكلام ده اللي اللي عن بره عندي عشان ما تنقلش الامراض ده ابسط شيء بالطباق بالاضافة الى بقى التحصينات انا عندي فيه طبيب مقيم او الطبيب اللي بيشوف على مزرعة حاطرتك مفروض ان حاطت البرنامج بتاعي البرنامج انا والله بحصن عمر يوم ام في الوانز بحصن مش عارف ايه انا بحصن كذا برنامج التحصيني اللي بيحط الطبيب المقيم اللي بيحطف على مزرعة علشان يستطيع قدر الاستطاعة انه هو يمنع دخول المرض لان دخول المرض بيقدي الى نفوق اعداد كبيرة جدا ولو حصل النفوق ده بيخصر حاطرتك انا في الطبيعي النفق من 3% لكن لما يتجاوز هذا هيزود تكلفة الانتاء وبالتالي الاسعارات ارتفع لما هترتفع حضرتك هتشتكي السعر ارتفع علينا هنعمل ايه فاحنا منظومة متكاملة عاوزين كلنا نشترك فيها بحيث في النهاية اطلع المنتج ده ما عنديش نسبة نافق كبيرة عندي تكلفته قليلة هيصل لحضرتك كمستهلكة بسعر المناسب بالاضافة اللي ان المنتج ده لازم يكسب ولا مش هستمر في المنظومة كما حدث بعد عيد الاطحى اللي فات انخفض في الاسعار يعرفوا ازاي يتواصلوا مع حضرتك لو فيه رقم تليفون او لو فيه صاية معين يقدروا ان هم يتواصلوا مع حضرتك بي احنا بالنسبة لنا انا موجود في غرفة تجارة القاهرة في 4 مدان الفلكي رقم تليفوني 01-42-5-1-9-05 واحنا المعارض كلها الموجودة على مستوى الجمهورية بتنشأ وبتتحرك اللي فيها سواء اللي هم بيعملوا مصانع الدواجم سواء العلاف يعني سواء العنادي انا سأذنك هم بس بيكلموني ان اكد بس الرقم تاني عشان السادة المشاهدين لو هم لسه بيكتبوا محاضرة 01-42-5-1-9-05 انا الدكتور عم عزيز السيد رئي الشعب التصار والدجنب اتحاد وغرفة تجارية وغفة تجارة القاهرة فاحنا بنتكلم القصة بتاعة اليومين اللي جايين دول انا عندنا برد جديد وبدأ جامد والرياح بتنقل امراض اللي بقية بين الموزورة وبعضاء فاحنا بننبه المربين وبنرشدهم وبنوجههم خلي بالكم حافظ على القطيع بتاعك لان انت لا هتدار لو حصل نفوك كبير جدا بلا يشيل ليلة حضرتك فانت حافظ عليه من خلال اتباع الارشادات واحنا بنوجههم وبنرشدهم واي حد على مستوى الجمهورية موجود عنده مشكلة يتصل بنا واحنا بنتصل لنا علاقات قوية جدا من بوزارة الزراع طب البطر معامل المركزي اي حد عاوز اي مشكلة متواجدة فهذه الاماكن نحن على استعداد ان احنا نتحرك مع اللي عايزة تكلم على المعارض المعارض المتخصصة التي يتم وجودها في المحافظات دي بتوصل لحضرتك اللي انت عاوزها يعني انت حضرتك بتربي دواكي فانت عاوزة تعمل عنبر جديد فالمعارض اللي احنا المتخصصة دي بتوصل لك الناس اللي بتنشئ العناقر بتوصل لك الراجل اللي عنده الكاتكوت بتوصل لك مصانع الاعلام دي معارض ابتدت ان هي تظهر بشكل كبير وده شيء جايد مشوحش ده شيء جايد جدا طبعا لا انا علامة عايزة اعرفه هل المزارع بتاعتك ابتدت ان هي تزيد كمان ولا ابتدت ان هي تتلاجع وراه هقول لحضرتك حاجة هو من المفترض من المفترض في المرحلة القادمة انا ازود انت انا عندي خمس مشروعات كبار جدا على مستوى الجمهورية يمكن فيه مشروع هيبتدوا يشتغلوا فيه في انا وده موجود يمكن بقى انه عدة سنوات بنتكلم عليه ان شاء الله من اول اليام دي بدأوا يعملوا البنية الاساسية ويتحرقوا تحرقوا ايجابية ويبتدوا يعملوا على نابر بتاعته وده مشروع تقريبا انا يوفر يمكن رقم كبير جدا لنا وده هيعمل تقريبا لمحافظة انا بالذات يعني اكتفاء ذاتي يصل الى 60 في الان وده شيء جاي جدا على هذا الغرار احنا عاوزين الكلام ده يحصل لكن دائما وابد انا عميمه في كل المحافظات لما يبقى عندي اتفاء ذاتي في المحافظة تمام يا فندم انا لا مش افضي انا اصلا النهاردة صناعة الدواجن بتتركز في الوجه البحر كلها كل انتاج ربما يصل 80% في الوجه البحر الـ 20% من اول الجيزة لحد اخر الوجه الابلي اسوان 20% والمشكلة الاسانية عندك الاراضي الصحراوية المتوفرة متوفرة فيهن؟ في الوجه الابلي يبقى انا ملازم ازود النشاط وزي ما حضرته قلتي نعمل مزارع جديدة عشان زي ما احنا قلنا عايزين نصدر هنصدر منين؟ هاخد من قوتي ولا مفروض يكون فيه طاقة انتاجية زيادة استطيع من خلالنا اصدر الى الدول ده اللي احنا بنتكلم عليه احنا بنقول ان شاء الله وبإذن المعارض وحضرتك قلت على دي معارض ممتازة ممكن احنا عندنا معارض قريب ان شاء الله يوم 22-24 وعندنا معارض تاني يمكن فيه 3-4 فبراير عندنا معارض شهر 4 عندنا اجريل عندنا معارض كتيرة جدا الاساس انا عايز الناس تروح انا مش بعمل معارض عشان حضرته بتفرج عليه في التلفزيون لأنا عاوزك تتحركي وتنقشيني انت عاوزك واسناء المعارض احنا بنعمل ندوات استرشادية وبنعلم الناس وبنوجه الناس وزا كان فيه اي مشاكل بناخدها من نوم ونوصلها لمتخذ القرار كل هذه الامور بتساعد في تنوية الصروة الدجنة وترصخها وتقويت اه عندي مشاكل اه عندي مشاكل عندي امراض اه عندي امراض ما قلتش لا لو قال لك انا انا بتكلم اي كلام عندي امراض ولكن انا بتكلم في ظل الظروف اللي احنا بمر بيا انا عاوز المربي يحافظ على الخطيع بتاع ويحصل وابتدي ان انا حافظ عليه لازم لازم هنتكلم بقى عن حاجة كل اعزائي المشاهدين هم متخوفين منها جدا بس بقى مش بيربي الدواجن ولا ليه صلة اصلة بالدواجن هو ليه صلة باكل الدواجن اكل الدواجن بقى الحية هل هتفضل كده ولا هيجي عليها القانون وتبتدي تبقى في المجازر بس يمكن انا اليومين دول فيه كلام كتير جدا ودائر على تنفيذ قانون سبعين لسنة 2009 انا بقول قانون سبعين لسنة كام 2009 يعني بقى انا 12 سنة لسه مطبق ناشر قانون هو من المفترض العالم كله منع تدول الدواجن الحية لكن احنا بنتكلم في الكلام دوت من 2018 عملنا اجتماعين تلاتة في مجلس النواب عملنا عدة جلسات لانا فيه قرار رئيس مجلس وزر صدر وانا كنت عضو في اللجنة 3040 واتكلمنا احنا بود يتم التطبيق وقعدنا خمس ستة جلسات واتفقنا ان احنا انطبق القانون لكن للأسف الشديد لم يتم التطبيق راحنا كان نابد ان يطبق في شهر 4 2019 احنا في كم دلوقتي؟ في 1 أو في 20 فده الخلل الموجود اللي احنا حتى ده بيدي للراجل المتلقي المعلومة مين قالك هيطبق مش هيطبق حتى بدأت في بعض الناس تفتح محل جديدة وده خلل جسيم لا هو للأسف فيه تخوف بالفعل اصلاحنا دلوقتي لما اجي انا بختار الفرخة من التداول الدواج دي الحية ولا المحل تتقفل الشعب المصري خلاص هو ابتدى ان هو يعرف ان انا بشتري الفرخة تبقى صحي قدامي اشوف الريش بتاعها واشوفها وهي حالة جيدة عشان تبتدت الدباح طيب انا دلوقتي الفرخة عندي ابتدت ان هي الدباحة ابتدت تتحطت في التلاجة النور قطع الفراخ اللي جوه دي هنضمنها ازاي بص حدرت انا انت بتتكلمي على المحلات ولا على المجازر عايز ده حدد بس المجازر تفرق جتير جدا عن المحل المحلات هي عشوائية معلاش رقابة بطارية بتشتغل بتلوس البيئة بتعمل كل الكلام ده كل المجازر المتواجدة فيه طبيب مقيم طبيب مقيم ولا يستطيع المجازر ان يقوم بالجزر الا في وجهة حتى لسكنت طبيب استحالة لو تم الجزر يعني الدباح بدون وجوده الطبيب بتصادر البضاعة ادي نمرة اتنين نمرة تلاتة بجيب شهادات تفيد ان الدواجد المتواجدة تم اغز عينات وراحت المعمل المركز بتقولي الدواجد دي صالح السلاك الادامي هو للأسف انا كده فاضل معي ديها واحدة بس وعايزة اوصل المعلومة للناس لان احنا واثقين من حكاية المجزر ام خياتين من المجمد انما احنا خايفين زي ما حضرتك بتقول للمحلين لا حضرتك حضرتك النهاردة المجازر بتباح فرش وبتوزع فرش المحل احنا قلنا لابد ان احنا اصلا المحل تعمل تلوث لبيئة بشكل غير طبيعي بالضبط فاحنا النهاردة عايزين نمنع التداول علشان المجازر للشغل تمام ويكون فيه اشراب بطري كامل عليها من خلال الشهات زي ما قلنا الكلام دا كنت المحل احنا مش عايزين ان نطع رقابته لا انا عاوز يحول النشاط من الحي الى المبرض بالاضافة ان انا هنوفر لك كل اللي انت عاوز عاوز كاردة هديك كاردة عاوز رخص ارخاص لك عاوز اربطك بمجازة هربطك بالمجازة ده اللي احنا مفروض نقتنع به انا عندي قانون وليس قرارك فيه فرق كبير جدا ان انا عندي قرار وزاري وانا عندي قانون القانون كان لابد ان يتم تطبيقه منذ عام 2009 انا النهاردة في سنة عشرين لابد ان انا اتطبق القانون واشوف الناس بتوع المحلات عاوز ايه اسهل لها كل الاجراءات وعدد المجازر واقوية عشان تشتغل بالتقل اللي انت عاوزها وانا عندي مجازر تستطيع ان تقوم بجازر كل انتاج جمهورية مصر العربية يعني محش اقولك بجعنديش مجازر لأ انا عندي مجازر موجودة مرة ونص كمان مش مرة واحدة بس فاحنا عندنا المجازر الموجودة وعاوز اتطمد المواطنين يا اخوانا مش هنديكم مجمد احنا نديكم فراخ مبرادة علاق شرب بطري كامل وشهادات موجودة بتقول دي صالحة سلاك الادام للأسف حضرتك اللي حلقتنا خلصت بسرعة جامد جدا وعايزة اشكر حضرتك لكل المعلومات القيمة اللي اخدناها النهاردة اعزائي المشاهدين اتمنى ان انتم تكونوا تابعتونا من اول الحلقة لحد اخر الحلقة في مبادرات على ارض الواقع في تدريبات في ناس بتقف جنبكم للأسف حلقتنا خلصت نشكركم واستنونا الحلقة الجاية باذن الله